وإذا كانت الواجهة المتوسطية تعد صلة وصل بين المغرب وأوروبا فإن الواجهة الأطلسية يبوابة المغرب نحو إفريقيا ونافذة انفتاحه على الفضاء الأمريكي ومن هنا يأتي حرصنا على تأهيل المجال الساحلي وطنيا بما فيه الواجهة الأطلسية للسحراء المغربية في هذا الفضاء الجيوسياسي على المستوى الإفريقي غايتنا أن نحول الواجهة الأطلسية إلى الفضاء للتواصل الإنساني والتقامل الاقتصادي والإشعاء القاري والدولي لذا نحرص على استكمال المشاريع الكبرى التي تشهدها أقالي من الجنوبية وتوفير الخدمات والبنيات التحتية المتبطة بالتنمية البشرية والاقتصادية وكذا تسهيل الربط بين مختلف مكونات الساحل الأطلسي وتوفير وسائل النقل ومحطات اللوجستيك بما في ذلك التفكير في تكوين أسطول بحري تجاري وطني قوي وتنافسي ولمواكبة التقدم لاقتصاد التي تعرفه مدن صحراء المغربية ينبغي مواصلة العمل على إقامة اقتصاد بحري يساهم في تنمية المنطقة ويكون في خدمة ساكنتها اقتصاد متكامل قوامه تطوير التنقيب عن المواد الطبيعية في أرض البحر ومواصلة الاستثمار في مجال الصيد البحري وتحلية مياه البحر لتشجيع الأنشطة الفلاحية والنهوض بالاقتصاد الأزرق ودعم الطاقات المتجددة كما ندعو الاعتماد استراتيجية خاصة بالسياحة الأطلسية تقوم على استثمار مؤهلات الكثيرة للمنطقة قصد تحويلها إلى واجهة حقيقية للسياحة الشاطئية والسحراوية ومتنسوش تابنوا معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي